المعارضة السورية المسلحة تعيد ترتيب صفوفها كتيبة عسكرية جديدة ترى النور في مدينة عزاز بالقرب من الحدود التركية الكتيبة التي تضم حوالا 800 مسلح أعلنت استعدادها العمل مع جميع التنظيمات المنضوية تحت لواء الجيش الحر إلا أن قضية التسليح تبقى الشغل الشاغل لجميع فصائل المعارضة المسلحة التي تحاول تعويض تقدم الجيش السوري هنا في ريف حلب تجربة أولى على صاروخ محلي الصنع وأول هدف تجمعات للقوات الحكومية في مناطق أخرى استولى الجيش الحر على أسلحة وذخائر مثل ما هو الحال هنا في ريف دمشق حيث سيطرت المعارضة على مقر اللواء السابع والسبعين في هذه الأثناء يواصل الجيش السوري قصفه لبلدة داريا العملية انطلقت منذ أيام حين اتخذت القوات الحكومية من محيط المدينة قاعدة لها لإطلاق السواريخ لم يختلف المشهد كثيرا في دير الزور حيث تصاعد تعمدة الدخان جراء قصف جوي عنيف أعقب اشتباكات بين الجيش الحر والقوات الحكومية داعش 2012 الله أكبر